موسيقى الكويتية تحيل خمس طائرات إلى التقاعد بعد تكرار الأعطال وحتى يبقى شعارها فقتكم غايتنا موسيقى سوريا تختبر صواريخ لصد أي هجوم على سواحلها قد يفكر به الأعداء وتبحث مع أنان إنعاش خطته موسيقى الولايات المتحدة تستأجر أفغانستان بـ 16 مليار دولار قبل أن تغادرها موسيقى نشرة الأخبار من قناة الكويت الفضائية أهلاً لكم لا يزال تعديل قانون الانتخاب هو الأكثر تداولاً بين نواب المجلسين بينما تغيب أخبار التأليف الحكومية الذي يجريه المبارك عن التداول إلا ما ندر من تحليلات حول اسم الوزير المحلل واشتهادات حول مصاري تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بعد إعلان الحكومة المرتقب قبل حلول شهر رمضان المبارك في أبعاد تقدير وفي قراءة للتصريحات الانتخابية فإن غالبية المجلس المبطل ترفض تعديل الدوائر الخمس والأصوات الأربعة بينما ترغب غالبية الألفين وتسعة بالتعديل وهو ما عبر عنه النائب علي الراشد قبل أن يطير على أجنحة السلامة ومن أجل سلامة كل المسافرين وحتى يبقى شعارها ثقتكم غايتنا محلقاً في العالم قررت الخطوط الجوية الكويتية إحالة بعض من طائراتها إلى التقاعد في إطار مشروع للتطوير قد تكون للخصخص فيه بعض النصيب بعد تزايد الأعطال الميكانيكية لعدد من طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وفيما لا يزال موضوع خصخصة المؤسسة عالقاً بين الحكومة ومجلس الأمة كشف وزير المواصلات المهندس سالم الإذين عن إيقاف رحلات ما بين ثلاثة إلى خمس طائرات مبدئياً في إسطول المؤسسة اعتباراً من الأسبوع الجاري الإذين أكد أن القرار يأتي تمهيداً لاتخاذ قرارات أخرى بإيقاف المزيد منها لتخفيف الضغط على الطائرات إلى حين معرفة وضع المؤسسة بعد حسم التعديلات المقدمة على قانون تخصيصها في مجلس الأمة وما إذا كان بالإمكان تهديث الإسطول وشراء طائرات جديدة كما أشار الوزير الإذين إلى أن الأعطال المتكررة أدت إلى تراجع شروط الأمن والسلامة في بعض الطائرات الأمر الذي استدعى اتخاذ مثل هذا القرار المبدئي معتبراً أن الخسائر المالية ليست مهمة طالما أن المهم دائماً هو سلامة أرواح المسافرين وكان مجلس الأمة قد ناقش أكثر من قانون متعلقاً بالخطوط الجوية الكويتية منها قانون خصخصتها والذي تمت مناقشته في لنة الشون المالية فيما ناقشت لنة الميزانيات والحساب الختامي الميزانية العامة للمؤسسة حيث أكد رئيس اللجنة سيد عدنان عبدالصمد أن من يطالب اللجنة باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة فكأنما يطالب بتبريئة كل مجالس الإدارات السابقة وإقرار خسارة تقارب 450 مليون دينار مشيراً إلى ضرورة الأخذ بتقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بلجان التحقيق في حسابات المؤسسة وكانت المؤسسة قد عانت خلال الفترة الماضية من أعطال كثيرة في بعض طائراتها تسبب أحدها بوفاة وافد أسيوي بسبب التدافع أثناء الخروج من الطائرة كما شلت الإضرابات حركة الطيران في مطار الكويت عدة أيام بسبب مطالبة موظفي الكويتية بالكوادر وزيادة الرواتب كما كان التأخر في مواعيد الإقلاع والوصول مشكلة للكثير من الركاب الذين اضطر بعضهم إلى استخدام شركات أخرى بدلاً عن الكويتية أعلنت بلدية الكويت عن استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك والتي تشمل شن حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على المحل التجارية والأسواق الغذائية في جميع المحافظات بهدف تأكد من استفائها لجميع الشروط وقواعد الأمن والسلامة التي تضمن وصول الأغضية إلى المستهلكين وفق معايير الجودة والسلامة ضمن خطتها لموسم شهر رمضان المبارك أعلنت بلدية الكويت عن الاستعدادات القائمة في مختلف إداراتها والتي ستشمل حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على جميع مراكز بيء المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية والمخازن والمحال والبقالات والمسالخ في جميع المحافظات بهدف إحكام السيطرة على حركة وخطوط سير المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلكين وفق معايير الجودة والسلامة مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح أكد أن الإدارة نفذت عدة حملات تفتيشية لفحص وكشف مختلف المواد الغذائية كخطوة استباقية ووقائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أسفرت عن تحرير عشرات المخالفات على بعض المحلات المخالفة هذه الخطوة تأتي وفق ألية تغطي جميع المناطق بغية استثباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع تصعيد وطيرة الحملات التفتيشية يأتي تحسبا لقيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة وانتشار ظاهرة الباع المتجولين بشكل كبير الذين يتلعبون بالمواد الغذائية ويمارسون الغشة في التعامل مع المستهلكين من خلال بيع مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية في المقاهي أو المطائم أو مراكز البيع المختلفة وسائل نقل المواد الغذائية واللحوم والخضار والفواكه لم تكن بمنأة عن إجراءات البلدية بعد تحذيرها أصحاب المحل والمتاجر والأسواق الغذائية من نقل الأغذية بوسائل رديئة لا تؤمن شروط السلامة الصحية خاصة وأن الأجواء تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ما يؤثر سلبا ويضر بصحة وسلامة المستهلكين قدم النائب على الراشد اقتراحا بقانون لأمانة مجلس الأمة يتعلق بتعديل النظام الانتخابي على أن يتم تقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد بدلا من أربعة والإبقاء على نظام الدوائر الخمس في خطوة اعتبرها الراشد أنها ستقضي على سلبيات النظام الانتخابي الحالي كما ستتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع الكويتي الوصول إلى قبة الفرلمان أقدم مقترح بقانون بيجعل الدوائر الانتخابية نفسها خمس ولكن تعديل الأربع صوات إلى صوت واحد اليوم بعد مشاورات عديدة من عدة أطراف في المجال السياسي أقنعوني بأن الصوت الواحد أيضا أفضل من الصوتين وهذا يعطي أكبر شريحة ممكنة من الشعب الكويتي فرصة للدخول إلى مجلس الأمة ولا يكون مقتصر على فئات دون فئات أخرى خصوصا نعلم هذه بعض السلبيات التي أفرزتها الدوائر الخمس أنا لا أرى مشكلة في الخمس دوائر من ناحية التقسيم الجغرافي ولكن أعتقد بأن هذه المشكلة في الأربع صوات وبالتالي كانت حكرا على أطراف معينة ونظلموا الحقيقة كثير من فئات الشعب الكويتي نريد أن يكون مجلس الأمة ممثل لجميع طياف الشعب الكويتي ولا يكون فيه أي احتكار لا يزال الحديث عن تعديل الدوائر الانتخابية يأخذ حيزا لا بأس به من تصريحات نواب والكتل السياسية حيث لا تزال المطالبات بتغيير النظام الانتخابي المعمول به حاليا تقابلها تصريحات رافضة لأي تعديل إلا أن تصريحات الجديدة تخلى لها تصريح من نائب في كتلة الغالبية ينفي من خلاله اتفاق الكتلة على مقاطعة الانتخابات في حال إجراء تعديل على النظام الانتخابي الحالي رغم تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك قبل أيام بأن الانتخابات القادمة ستنظم بنفس الطريقة المعمول بها حاليا إلا أن التصريحات المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي لا تزال تصدر بين الحين والآخر مطالبة أحيانا بتعديل النظام الانتخابي ورافضة المساس به أحيانا أخرى فلا زال نواب وتجمعات سياسية يطالبون بتعديل هذا النظام والتحول إلى نظام العشرة دوائر بصوتين لكل ناخب فيما يطالب آخرون بالإبقاء على نظام الخمس دوائر ولكن مع تعديل عدد الأصوات إلى صوتين فقط وعلى الطرف الآخر ورغم عدم ورود أي تصريح حكومي يعكس نيتها تعديل النظام الانتخابي بشكل رسمي إلا أن نوابا من الغالبية في مدلس 2012 الذي أبطلت المحكمة الدستورية أعلنوا رفضهم أي تعديلات على هذا النظام معلنين رفضهم أيضا المشاركة في الانتخابات في حال إجرائها بنظام جديد إلا أن اللافتة للنظر أن نوابا في الغالبية أيضا ومن بينهم النائب محمد هايف أكدوا أن كتلة القالبية لم تتفق على مقاطعة الانتخابات إذا ما عدل قانون الانتخابات إلى عشرة دوائر وصوتين لكل ناخب معتبرا أن تصريح بعض النواب الغالبية عن الاتفاق على مقاطعة هذه الانتخابات ليس دقيقا لافتا إلى أن ما هو محل اتفاق الغالبية هو إفشال المخطط لتعديل النظام الانتخابي من جهته اتهم النائب خالد السلطان الحكومة بأنها تدرس قرار تعديل النظام الانتخابي في دوائر أخرى خارج الحكومة وتأتي هذه التصريحات جميعا فيما من المتوقع أن يكون الاستمرار في مناقشة رفض تعديل النظام الانتخابي ومشاركة نواب الغالبية في أي انتخابات تجرى وفق نظام الانتخابي جديد من أبرز القضايا التي سيناقشها نواب الغالبية في استماعهم المقرر مساء غد بديوان عضو الغالبية وسامل مناور نشرتنا مستمرة وفيها تشاهدون أول قرارات مرسي إلغاء قرار حل الفرلمات أهلا بكم وصل الموفد الدولي الخاص كوفي عنان إلى دمشق للبحث في خطته للسلامة التي أقر أخيرا بفشلها في وقت أعلن دمشق عن نجاح مناورات بحرية أجراها الجيش السوري لصد أي محاولة قد يفكر الأعداء بها للنيل من سوريا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي أن زيارة الموفد الدولي كوفي عنان لدمشق تأتي في إطار مهمته والنقاش مع القيادة السورية للبحث في موضوع خطة النقاط الست بهدف محاولة وقف العنف ووفقت عليها السلطات السورية وأعلنت الأمم المتحدة دعمها لها وهذه الزيارة هي الثالثة لعنان في إطار مهمته التي تنص على وضع حد لكل أعمال العنف وسحب الدبابات من الشوارع والسماح للإعلام والمساعدات بالوصول إلى مناطق النزاع فضلا عن إطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث وبدء حوار حول عملية انتقالية وأقر عنان أمس بفشل مهمته وقال إن هذه الأزمة مستمرة منذ 16 شهرا مشيرا إلى بذل جهود كبرى لمحاولة إيجاد حل لهذا الوضع بالسبل السلمية والسياسية وقد لا تكون هناك أي ضمانة تشي بتحقيق النجاح وأشار عنان إلى أهمية دور روسيا حليف النظام السوري في الحل مشددا كذلك على أهمية إشراك إيران في المحادثات وقال إن روسيا تمارس نفوذا لكنني لست واثقا من أنها ستكون قادرة وحدها على تحديد مسار الأحداث مبينا أن إيران لاعب وينبغي أن تكون جزءا من الحل فلديها نفوذ ولا يمكننا تجاهلها ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد وقت قصير على تحذير وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلونتون من أن الوقت ينفذ قبل إنقاذ سوريا من هجوم قد يكون كارثيا وكانت القوات البحرية السورية بدأت بتنفيذ مشروع مناورات بالذخيرة الحية شاركت فيه الصواريخ البحرية والساحلية والحوامات البحرية والزوارق الصاروخية في مناورة تحاكي ظروف التصدي لهجوم البحري معاد مفاجئ وتأتي المناورات البحرية استنادا لخطة التدريب القتالي الصادر عن القيادة العامة لجيش السوري بتنفيذ مناورات عسكرية تستمر عدة أيام تشارك فيها مختلف أنواع وصنوف القوات البحرية والجوية وفي مصر وفي خطوة مفاجئة تعكس عمق التجاذبات بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة التي تولى مقاليدها الرئيس محمد مرسي بدأت مواجهة هي الأولى من نوعها وذلك بعد قرار مرسي عادة البرلمان المنحل يأتي ذلك في وقت دعا في سعد الكتاتني رئيس البرلمان إلى سرعة انعقاد المجلس بينما يعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا برئاسة المشير حسين طنطاوي وذلك لبحث قرار رئيس مرسي الذي يقضي بعودة البرلمان الذي أبطلته المحكمة الدستورية الشهر الماضي في قرار جمهوري وصفه سياسيون بأنه سيعيد صراع مجددا بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة في مصر أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد ليلغي بذلك قرارا بحل المجلس كان قد صدر عن المحكمة الدستورية العليا بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون انتخابات البرلمان القرار الجمهوري ينص على عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من الإعلان الدستوري وسحب قرار حله كما ينص على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب ومن هذا المنطلق دعا مرسي مجلس الشعب الانعقاد في الخامس عشر من يولو الجاري تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار ثلث أعضاء البرلمان خلال شهرين من وضع الدستور الجديد للبلاد وسيقتصر استعناف جلسات البرلمان على ثلثي أعضاء المجلس الذين انتخبوا على أساس القائمة فيما ستتم إعادة انتخاب الثلث الأخير الذي انتخب على الأساس الفردي وكانت المحكمة الدستورية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد دفق قانون الانتخابي كما قضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجرى الانتخابات عليها بالنظام الفردي وفي ليبيا نفت المفوضية العليا للانتخابات المعلومات التي انتشرت في الشارع الليبي عن تقدم تحالف القوى الوطنية بالانتخابات التي وقيمت يوم أمس حيث وصف رئيس اللجنة نور العبار هذه الأنباء بأنها رجم بالغيب وكان العبار قد أكد أن ما يقارب المليون وسبعمائة ألف ناخب قد شاركوا في الانتخابات المتوقع إعلان نتائجها يوم غد أو بعد غد فإن المفوضية تعلن عن اقتتام مرحلة الاقتراع بنجاح أعلنت مصادر بالمفوضية الوطنية الليبية للانتخابات عن انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بنجاح وبدأ عملية فرز الأصوات في بعض مراكز الاقتراع حيث من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال اليومين القادمين فاق عدد الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية وأدلوا بأصواتهم حتى يوم أمس بعد الإقفال ما يربع عن مليون وسبعمائة ألف ناخب حيث تم البت في عملية النقل الآمن لسنديق الاقتراع من المراكز الفرعية إلى المخازن في الدوائر الرئيسية وما صاحب ذلك من جهد مضمي وكان الناخبون قد تقدموا بكثافة على معظم مراكز الاقتراع في كل من طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي فيما شهدت كل من البيضاء وأجدابيا إقبالا متواضعا عن الاقتراع خلال الفترة الصباحية حيث ظهر أن الاستعدادات التي بدلتها المفوضية كانت على درجة كبيرة في أغلب مراكز الاقتراع وقد وفرت المفوضية خلوات تضمن سرية الاقتراع في معظم المراكز وشارك أكثر من 1200 مراقب ومراقبة في جميع الدوائر الانتخابية 13 حيث تم تقطية ما نسبته 78% من مراكز الاقتراع وما نسبته 34% من محطات الاقتراع وقام وفتنا المراقبين الذين يمثلون جامعة الدول العربية بمراقبة الانتخابات مشيدا بالتعاون الفعال الذي أبداه الناخبون مع الموظفين المشرفين على سير العملية الانتخابية ومن جهته أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالانتخابات الليبية بوصفها ألامة فارقة في تحول ليبيا الديمقراطي خلال فترة ما بعد القذافي أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيلة للدموع على المحتجين في جامعة الخرطوم اليوم بعد يوم من اعتقال السلطات أحد السياسيين المغاردين في أحدث حملة على الاحتجاجات الشعبية للرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي اختار زعماء الطرق الصوفية ليعلن أمامهم عن نيته عرض دستور جديد إسلامي 100% في خطوة لرأب الصدع وامتصاص غضب الشارع والأحزاب الإسلامية المطالبة بإسقاط النظام في السودان قال الرئيس عمر البشير أمام زعماء الطرق الصوفية إن دستور السودان الجديد سيكون إسلاميا بنسبة 100% ليكون مثالا للدول المجاورة والتي شهدت بعضها فوز أحزاب دينية بالسلطة في إشارة إلى مصر وتونس ميدانيا وعلى وقع الانتفاضة التي تشهده بعض مدن السودان وبعد خروج الآلاف في جمعة شذاذ الأفاق اعتقلت قوات الأمن عضو حزب المؤتمر الشعبي المعارض كامال عمر بعد دعوته إلى إضراب عام من أجل الإطاحة بالحكومة ويرأس الحزب الذي ينتمي له عمر السياسي حسن الترابي الذي كان واحدا من أبرز الساسة في السودان واعتقل عدة مرات ويواجه السودان أزبة اقتصادية بما في ذلك عجز في الميزانية وارتفاع معدل التضخم وتدني قيمة العملة منذ انفصال جنوب السودان مما أدى إلى اقتطاع ثلاثة أرباع انتاج النفط للبلاد من جهة أخرى وبعد ثلاثة أيام من المباحثات أكد الوسيط الأفريقي في المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان ثامبو أنبيكي التي تشهدها العاصمة الأثيوبية أديسابابا حدوث تقدم ملحوظ في المفاوضات بين البلدين بشأن القضايا محل الخلاف في ملفات فك الارتباط أنبيكي أعلن عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير استئناف المفاوضات يوم الخميس المقبل بعد رفعها أمس لمزيد من المشاورات ولإتاحة الفرصة لوفد جنوب السودان للمشاركة في الاحتفالات بأول عيد لبلادهم بجوبا في أزمة داخلية أخرى تهدد توافق السياسي شهدت تل أبيب مساء أمس مظاهرة حاشدة بمشاركة ألف المحتجين للمطالبة بتحقيق المساواة في الخدمة العسكرية وتجنيد الشبان اليهود المتشددين دينياً المعروفين في جيش الاحتلال في ظل تزايد الانقسامات الإيديولوجية والدينية داخل إسرائيل تظاهر ألف المحتجين أمس في تل أبيب للمطالبة بأن تشمل الخدمة العسكرية جميع الإسرائيليين بمن فيهم اليهود المتشددين المعفين منها وهي مسألة تتصاعد التجاذبات حولها وتخر انقساماً في الاتلاف الحكومي الجديد لرئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو وقدرت الشرط عدد المتظاهرين بعشرة ألاف على الأقل في حين تحدث المنظمون عن مشاركة حوالي 30 ألف متظاهر ورفع المتظاهرون العلمانيون الذين تجمعوا أمام متحف الفنون في تل أبيب لافتات كتب عليها سأمنا معاملتنا كالأغبياء داعين إلى تجنيد إلزامي موحد واقترح عدد من النواب الوسطيين في الكنيس تجنيداً إلزامياً للمتطرفين اليهود وخدمة مدنية للأقلية الفلسطينية العربية وهما فئتان يطالهم الإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية وتدوم ثلاث سنوات بالنسبة للرجال وسنتين للنساء ودعا هؤلاء النواب لسياغة قانون جديد للخدمة العسكرية وإلا سيعتبر حوالي 60 ألف شاب يهودي متشدد هاربين من الجيش اعتباراً من أغسطس القادم من جهة أخرى اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون الذي يعفي العرب والمتشددين اليهود غير دستوري ويفترض استبداله بنهاية هذا الشهر وبحسب استطلاعات الرأي فأن هذه التوصيات النيابية تلتقي وتطلعات الأكثرية الساحقة من الإسرائيليين الذين يعتبرون عدم المساواة أمام الخدمة العسكرية صدمة لهم إلا أن نتنياهو يبدو متردداً على الرغم من أكثرية برلمانية مريحة كما أنه يبدو خائفاً من التصادم مع حلفائه من اليمين الديني المتطرف حزبي شعس والتوراة اليهودية الموحدة نشاتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل الشعب في فاكستان ضد الأمريكان أهلا بكم من جديد تعهد المجتمع الدولي خلال معتمر اليابان بمنح أفغانستان 16 مليار دولار على شكل مساعدات تنموية على مدى السنوات الأربع المقبلة مع سعيهم للحيلولة دون عودتها إلى الفوضى عندما تنسحب القوات الأجنبية منها ولكنهم طالبوها بإصلاحات لمكافحة الفساد أكثر من ثمانين دولة شاركت في أعمال المؤتمر الدولي حول أفغانستان بتوكيو لبحث استراتيجية تقديم الدعم لإعادة الإعمار بعد انسحاب قوات التحالف الغربي عام 2014 وتعهدت الدول المشاركة في مؤتمر توكيو برصد مبلغ 16 مليار دولار للقطاع المدني الأفغاني خلال الأعوام الأربع المقبلة لدعم الاستقرار بعد استكمال انسحاب القوات الأمريكية من جهتها تعهدت الحكومة الأفغانية للدول المانحة التي تصدرتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان بوضع معايير جديدة لمواجهة الفساد المالي والإداري وشدد مانحون غربيون منهم هيلاري كلونتون وزيرة الخارجية الأمريكية على أهمية اتخاذ أفغانستان خطوات جريئة لمكافحة الفساد وتشجيع الإصلاحات وتأكيد الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل وأعلن وزير الخارجية الياباني كويتيرو جيمبا منح مساعدات مالية لكابول حتى عام 2015 إلى ذلك تعهدت توكيو برصد ثلاثة مليارات دولار أخرى لأغراض تطوير البنية التحتية والاقتصاد بحلول 2016 نتعهد بأن نقدم ثلاثة مليارات دولار بحد أقصى لتحسين الأمن والحفاظ عليه لأكون دقيقا نعتزم دعم أفغانستان من خلال ثلاث ركائز هي المجتمع والاقتصاد والتنمية وطالبت الدول المانحة السلطات الأفغانية بتحسين إدارة المال العام وتقديم ضمانات على صعيد حقوق الإنسان والمرأة وأصلاح النظام القضائي إضافة إلى ضمان مصدقية انتخابات الرئاسة القادمة من جهته دعا الرئيس الأفغاني حامد كارزاي خلال المؤتمر المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن الجهد الذي بذله في أفغانستان مطالبا للمجتمعين بدعمه بغية توفير المناخ الاقتصادي المناسب وفي السياق ذاته حذر بن كيمون ألمين العام للأمم المتحدة من آثار تفشي الفساد الإداري في أفغانستان على جدوى المعونات التي تقدمها الجهات المانحة وأشار إلى التقدم الذي أنجز برعاية الرئيس كارزاي وحكومته في مجالي الأمن والتنمية مع اعترافه بأن هذه المكتسبات لا تزال هشة من جانبه شدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان نأمل أنه بنهاية وجود القوات الأجنبية في أفغانستان الذي استمر لعشر سنوات والذي شهد للأسف ترسخ الإرهاب وتزايد زراعة المخدرات وتهريبها وأيضا مع إزالة القواعد العسكرية الأجنبية بالكامل في هذا البلد أن تستعيد أفغانستان السلامة والاستغرار وتجد للإشارة إلى أن البنك الدولي يقدر حجم المعونات المقدمة سنويا لكابول بنسبة نحو 95% من إجمالي الناتج القومي الأفغاني نظم مجلس الدفاع عن باكستان مسيرة كبيرة شارك فيها ألاف المحتجين انطلاقا من لاهور ومن المقرر أن تصل غدا إلى إسلام مباد وذلك احتجاجا على إعادة فتح خطوط إمداد قوات حلف الناتو في أفغانستان وباكستان وكان المجلس الذي يعد تحالفا يضم أكثر من أربعين حزبا إضافة إلى شخصيات وطنية وباكستانية والذي وعيد تنشيطه مؤخرا قد نظم أكثر من مظاهرة ضد الحكومة التي يرى أنها رضخت لإملاءات أمريكية وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن آلاف الأشخاص تجمعوا في وسط لاهور وانطلقوا في مسيرة طويلة ستنتهي في إسلام مباد وذلك بدعوة من مجلس الدفاع عن باكستان بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة إليكم أبرز مجاءتها من أنباء الكويتية تحل خمس طائرات إلى التقاعد بعد تكرار الأعطال وحتى يبقى شعارها ثقتكم غايتنا سوريا تختبر صواريخ لصد أي هجوم على سواحلها قد يفكر به الأعداء وتبحث مع أنان إن عاش خطته الولايات المتحدة تستأجر أفغانستان بالستة عشر مليار دولار قبل أن تغادرها للمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على تويتر ولتواصل معنا يمكنكم مرسلتنا عبر البريد الألكتروني وعبر الفيسبوك أطيب المنا والسلام عليكم اشتركوا في القناة